حافظ وتالي للقرآن منذ سن التكليف الشرعي حائز على المراتب المتقدمة في العديد من المسابقات القرآنية في باكستان فضلاً عن مجموعة من المشاركات الدولية من باكستان والمتسابق محمد صهيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآياتي لأولي الألباب اللذين يذكرون الله طياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك 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 فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ لأن آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارُ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَدَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يُوْمَ الْقِيَامَةِ إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم مشاركة بعد أخرى تشتد المنافسة كان الله بعون لجنة التحكيم المتسابق محمد صهيب نواز من باكستان شكرا جزيلا لكم على هذه التلاوة إلى لجنة التحكيم فضيلة الشيخ باسم العابدي تفضل بارك الله بكم يا محمد ومرحبا بكم من بلادكم إلى بلاد أهل البيت عليهم السلام فحللتم أهلا ووطأتم سهلا قراءتكم واتلاوتكم كانت جيدة إلا في بعض الوقوفات وقفتم في مواضع ومواطنة تحتاج إلى دقة منكم مثلا أنتم فصلتم بين اسم إنا وخبرها وهذا غير جائز في علم الوقف والابتداء في الآية قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقفتم على مفردة النهار وهذا فصل بين اسم إنا وخبرها وهذا غير جائز أيضا عدلتم في مورد آخر عدلتم من الوقف الجائز إلى وقف غير دقيق ولو وقفتم على كلمة ربنا ما خلقت هذا باطلا لو وقفتم على باطلا أو على باطلا وبدأتم سبحانك فقنا عذاب النار لأن هناك فعل مضمر يقولون سبحانك فقنا عذاب النار هذه وقوفات تأملية حين تتأملون إن شاء الله في النص القرآني وتستفيدون من المعاني تكون قراءتكم متكاملة وشكرا لهذا الجمال الذي أفضتم به علينا شكرا لكم أستاذ عماد لكم الكلمة أستاذ محمد صهيب ما شاء الله قراءة جميلة قراءة كانت الحمد لله جيدة وكتبت موفق بين المقامات يعني عما تقول مقامات شرقية جيدة والخامة كمان جيدة ما شاء الله وأرجو إن شاء الله نشوفك بحالات القادمة تكون من الأوائل إن شاء الله شيخ محمد عصفور تفضل حياك الله حبيبي الأخ الكريم محمد صهيب ما شاء الله أبدعت حبيبي الله يبارك في عمرك جميلة القراءة أداء مميز ولكن على مستوى الأحكام والفصاحة يعني يبقى عندنا بعض اللطائف البسيطة أزمنة المدود وأزمنة الغنن وعندنا أيضاً على مستوى الفصاحة السكت الدائم خلال القراءة في غير محله دائماً يسكت على الكلمات في غير موضعه أبداً وأيضاً يوجد عنده تنطيط شوية في القراءة لكن هذه أتمنى أنك تعالجها في خلال هذه الأيام حتى إن شاء الله تؤهل للفترة القادمة المرحلة القادمة وتكون تجنب هذه الأمور كلها الله يبارك في عمرك إن شاء الله السيد حسنياً الحلو ماذا تحمل لنا في جعبتي؟ يا حبيبي شكراً لك أستاذ محمد وشكراً للأخ العزيز أيضاً شيخ محمد أداء بشكل عام أكون لطافة كل شيء واضحة بأداءة جميل يعني أدى خنقول يعني على قد إمكاني تعارف إمكاني تحديداً لطافة أين سيد؟ اللطافة العليا تخص الصوت أنا أتمنى كنت أتمنى يعني هو قطعان جيد لكن كان الصوت عنده في الأعلى والمقامات شوية أخفض يعني ممكن يزيد بعد من تمرينه خصوصاً أن بعض التركيبات بالنغمات تحتاج إلى مهارة عالية وهي مو ضرورية مو ممكن يعني مو بالضرورة أن يؤدي القارئ هذه المقامات وهذه التركيبات لا هو أدى المقامات بشكل جيد هذه التركيبات ممكن كانت غير ضرورية وعند انتقال بعد أن انتهى من مقام الحجاز انتقل إلى مقام كان متذبدب بين الجهرقاه وبين العجم وغير مستقر أيضاً كان غير ضروري أما من الناحية الصوتية فكان يعني جميل جداً وهذه اللطافة كانت يعني واضحة جداً بصوته وأتمنى للموفقية وأن نراه موفق إن شاء الله تعالى لو وصلت لو للوقت والبرنامج ولو وددنا لو وصلت في تلاوة القرآن كانت تلاوتك يعني هذه وكذلك ممتعة فأحسنت ولكن لا دخلوا من بعض الهنات ذكر شيخنا الشيخ محمد عصور بارك الله فيه إن شاء الله السيد كريم يسوي تفضل أستاذ محمد حبيبي محمد كنت راقي يعني صوت نقي ولكن هذا هاي يعني النقطة أشر إليها أنت تعاني من ضعف حجم صوتك حجم الصوت يعني بس أكو علاة سيداً قدر نقول تمرًا على حجم الصوت أسأل الله لكم التوفيق والعافية محمد سهيد من باكستان شكراً جزيلاً لكم على هذه المشاركة الطيبة شكراً جزيلاً لكم حياكم الله تفضل